السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كداني الخوت لبس عليكم كنتم من اربيه دائما تكونوا في اشم السحولة فيا. شكرا بزاف على التفاعل ديالكم وشكرا بزاف على اليجام وشكرا بزاف على التعليق. والله شكرا نطرح فاش كنشوف تعليق ديالكم وكنشوفكم كنتستفدو من هذا الكنسيب ولله الحمد. قبل ما نبدو في الموضوع اه دائما نقولوها دعاء الاخوة ديالنا في فلسطين. اللهم نصر اخواننا نصرا قريبا يا رب. ما تنسوش اخي الكريم دائما دعاء في الصلاة ديالك. وانتا كتاكل وانتا ناعس وانتا خارج. دائما اه دعي مع اخوتنا في غزة وفلسطين. يا رب احفظهم. والنصر قريب باذن الله. كما تشوف العنوان الف سبب يخليك تشريب باسترواف الفين وثلاثة وعشرين. وحتف الفين وعشرين وحتف الفين وخمسة وعشرين. اه واحد الاخ كان اه علق واحد تعليق قال لي باللي احمد. انا كان نتاقدك حيث آآ انتا كتكره سوني وكتكره اجهزة سوني وكتكره الالعاب ديالسوني. اخي الكريم انا منع الشاق بلاي سيشن. بش كون عارف آآ دوز بلاي سيشن لعبت بلاي سيشن آآ باعتوه وبقى في الحال. ولكن باعتوه حيث ما بقاتش فيه بيس كانت نسخة يمكن الفين وسبعتاش يلل اخرى. بقى في الحال حيث ما ما بقيت كل نسخة جداد في الباي اس تروا عليها باعتوه. دونك انا منع الشاق البلاي سيشن. و الى كل اختلاف الجهازين فالاختلاف فقط في تمل الشراكات في تمل الالعاب. فالاكس بوس كيتفوق على آآ سوني بالشراك دياله اللي هو دونك انا ماشي كنكرها سوني ولكن كنكرها الاجهزة ديالها او لما عنديش معا بالعكس انا دائما كما تنقولون مع الرابحة. فكنشوف الاكس بوس كتوفر لك واحد للشراك اللي رخيص. وحت الجهاز آآ مقارنة بلاي سيشن سانك رغالي. في حين ان الاكس بوكس الاس في تمل رخيص وكيعطيك مواصفات ودقة عالية خصا في الالعاب. اول حاجة تكتعرف على جهاز بلاي سيشن انه خرج في الفين وستة. فمن الفين السا وانت كتلعب فيه وانت كتلتشارجي في الالعاب. طبعا الالعاب اللي هي اصلية حتى الالفين وسبعتاش. هناش غدا يوقع غدا يتوقف الدعم على الجهاز. آآ كان قصد الدعم يعني الالعاب. انا كانت وقعت لي في الفين وسبعتاش كان اخر اصدار يمكن البيس الفين وسبعتاش. فليهذا فضلت انني نبيعه. حيط عرفت الاجزاء اللي جاية ما غا تخرش في البي اس تروى عليها باتو. دونك اخي الكريم انت كتحضر على ما يقارب خمستاشر سانق. ديال آآ جهاز بالالعاب دياله الحصرية بصراحة كانت واحد المكتبة كبيرة وما زال حاليا مكتبة كبيرة ديال سوني هي اللي خلتني ان نهضر على هذا الفيديو. وهي اللي خلتني نصحكم بهذا الجهاز الجهاز اللي كيت تعتبر اقوى جهاز عن شركة سوني. وكم علومة اخي الكريم بالنسبة الجهاز بالالجهاز بالالعاب فرا فيه الاولين. حاليا في الاولين. الاخدتي النسخة اللي هي اولين وخاما كنت نصحكش انك تشري النسخة ديال Law trials واللي كرة فيها وعلى السطور ديالها مفتوح تقدر تشري الالعاب وكذا كنتheure لك begun نصحكش انك تشري الالعاب حيط الالعاب غالين. انت كуда شدر لسبعمية الدلم لعبة ولا assessment الدلم لعبة? فا اخي الكريم اول في هذا لها ما غير نصحكش انك تشري جهاز Earth normale ولكن انا نصحكW انك تتح شخص جهاز مهكر ليه هو very stance care. ركز معي! في النسبة ايضا للاقراس والاقراس ما بقع change'sEs تاخد جهاز اللي هو باش تمشيش قلب الاسيدي ما انتا غت تاخد مهكر وغتشيش انسطال يجوب عشر الدران. وبالنسبة الناس اللي غتفكر تشري جهاز باي اس تروا مور هادي الفيديو ما الاحسن انك تاخد آآ باي اس تروا سليم. ما تاخدش الفاط لان ديج الفاط كان فيه مشكلة الحرارة وما تاخد سوبر سليم. علش اخي احمد سوبر سليم شنو في المشكلة المشكلة في اخي الكريم هو انه خاجيل. يعني يقدر يتهرز صغير. وانتاخذك جهاز اللي يصبر معاك جهاز قوي وجهاز انا كنا نتبره جهاز جبار. هو جهاز باي اس تروا سليم. وده ما غنجو له احد نقطة مهمة اللي اغلبية فيكم غي سوولة هو التمن. تمن دي البي اس تروا اخي الكريم كيتراوح ما بين الف درهم سعمية تمانمية الحساب اللي طا ديالو. والحساب اللي معنات اللي كي يجيو معاه. والحساب اللي يجو اللي فيه. ربما تقاشي حد عنده مكتبة ديالالعاب بغي يبيع الجهاز ديالو. تقدر تلقاه بتمانمية تقدر تلقاه بتسعمية تقدر تلقاه بسمعمية درهم. صراحة لحسب السوق شنو فيه. حاول دخل ماركة بلايس فيسبوك. دخل وقلب. غادي تلقى اكيد. اكيد غا تلقى ارخص واحد وافضل واحد لان اصلا جهاز باي اس تروا موجود في السوق. ودبنا غنجوك لوحد السبب اللي كان عشاب رؤنا سبب رئيسي. الى كان انسان كيفكر انه يدخل العالم الالعاب. يعني عمروا لعب في جهاز بلاي سيشن وغي كي يسمع به. فناصحة اقل كريم خد باي اس تروا. الى كنت جديد في الدومين. تقول باي اس تروا. وكن على يقين. غدي تسمتع بالمكتبة اللي فيه. غدي تعرف بقيمة آآ الالعاب. وغدي تعرف بقيمة جهاز بلاي سيشن من شركة سوني. وربا مستقبلا تفكر تدير ابغريد وتاخد جهاز باي اس فايد. اما بالنسبة النقطة اللي واعرف جهاز باي اس تروا هو حجم الالعاب. انتك تقدر على لعبة خي فيها عشرة جيجا لعبة فيها عشترين جيجا لعبة فيها تلاشين جيجا. عكس الالعاب اللي كنينده بحاليا. انتك تقدر على فوق مية جيجا. يعني لما عندك شديد جهاز ديالك ما غديش تقدر تانستعلي واحد المجموعة من الالعاب. مع الاسف اه تشي اه كنف تقدو حاليا ولكن في جهاز باي اس ترواق العكس صحيح. وكذلك من اكبر الاسباب اللي تقدر تخليك تاخد باي اس تروا هو مواقع تحميل الالعاب. رمي ممكنش اخويرة تقدر تدخل اي سيت اللي تحط الالعاب ديال باي اس تروا تقدر تتليشارجي وتدير فيك اليو سبي وتانستعلي جوه وتلعبها عادي. بلا تقطعات ولا مشاكيل بلا ما يوقع الجهاز زي شي حاجة فقط انت غت تحدد الجوه اللي باغي خصصا جوه ديال باي اس تروا وتانستعليها وتلعب مع راسك. نونك هاد الميزة اه ما غلقاوهاش ولا ما كنلقاوهاش في الاكس بوكس ما غت لعاش في باي اس فايف. عكس جهاز باي اس تروا المهكر. وذي با غت جيج قولي يا اخوي احمد انا شريش باي اس تروا لكن الالعاب انا ما كنعرفش الالعاب. شنا ما اشهر الالعاب اللي قدر للعب? واشي قدرت نصحني? اكيد اخي الكريم قدي نصحك وهنقول لك بلي ركينا مكتبة ضخمة من الالعاب. ومن بينهم الوعاب اي اي الناس اللي عشاق اي 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 الناس اللي عشاق اي الاساسين كريد ليس قدر تلعبها في بي اس تروا وبلا مشاكل. زد على ذلك لعبة جتية بجميع النسخ دياله ايه بجميع النسخ دياله احت الفايف غتلقها في جهاز بي اس تروا. او ماي بوي اخي الكريم اللي غتلقى ثلاشة النسخ دياله نسخة لولة والتانية والتالتة. واكيد غت تاخد واحد جريبة اه انا صراحة قديش اجربش اه 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 في بي اس تروا فعلا لعبة تستحق التجربة. انشارشد اخي الكريم وراء ما يمكن شراء ثلاشة الاجزاء غتلقهم في نسخة دياله بي اس تروا ارى ما تلعب مع راسك. ريد ديال ريدمشن ايه كاينة كاينة هاد لعبة ممكن تايت انستالها ركت لك ركينا مكتبة كبيرة من الالعاب وخان عيما نحصيلك اكيد ما نقدرش نحصيها. وغتلقى ايضا جوج ديال الاجزاء في انا رجأ جميع ضرورة أنظر ف outputs الكار started Great. فى ففا ان الفم ادي من زمان 205 حتى الان عيما 붙ى انه Week연. ايضا شروع ارى ما لاعبة كلا ناغخ لها كبيرة. وفيفا من الفي فيفا من عام مثل ما انا رأيанов كانوا ايضا من الفين لعبة اخي الكريم اي اا اكتر من احنا شروع جهاز بي اس تروا هذا سبب كبير يدفعك انك سوري جهاز بي اس تروا ؟ الكريم الكريم لحدة انه خسير مثل حصريات자 Kann acta الناس لي ما كتفكرش بالالعاب الجداد كي يهم فقط مكشبة دي الالعاب. اخي الكريم افضل سيشمار. وافضل جهاز تقدر تشريه هو جهاز بلاي سيشن تري. ماشي اكس بوكس. كنظرش على الاكس بوكس الاخر. ولكن اكس بوكس تلتمية وستين. ما احترام الجهاز اكس بوكس. ولكن كيبقى اه سوني باي اس تروى. افضل جهاز ممكن تاخده في هات السنة. وحتى السنة المقبلة. بالاضافة الواحد معلومة اخي الكريم. بالنسبة الالعاب دي البلاي سيشن تروا ما تقدرش تخدمون في باي اس كار. وما تقدرش تلعبهم في باي اس فايف. ممكن كلا لا يقول يلا ما ممكن لعبهم ولكن غتلعبهم بالسحابة. غتلعبهم بالكلاب. ولكن بالنسبة الالعاب باي اس تروى. غي يخدمو لك حسن جهاز ديالون باي اس تروى. اما الناس لك تسول على شنو السبب? فالسبب هو برمجيات. يعني اللعب مبرمجين او مطورين نصاوبين على اساس انه ما يخدمه في بي اس تروا. ما يخدمش في الكاطر ما يخدمش في السنك. آآ كذلك ممكن انك تلعب اللعب بي اس تروا بالمحاكي. ممكن ان تنصط على محاكي وممكن تلعب. ولكن انا كن صح نصيحة الجهاز اصلا رخيص. علش انت تتقلب على المحاكي. علش انت اصلا تدخل في البلدية الكلاود. علش ما تمشيش تاخد بي اس تروا وتهني رسك. واخر معلومة اخي الكريم غتعرف على بي اس تروا انه جهاز قوي. شنو كان قصد بجهاز قوي. عيد البريز. شنو كان لديه بيت للكامل سمانة وانت تلعب. يعني صراحة الميزة الوحيدة اللي في جهاز بي اس تروا انه قوي جدا قوي العتاد كما تقولون. يعني المادة الخام دياله وللرام دياله وللكارت غرافيك دياله. فغيما كتصبر بالذات. والدليل ان جهاز صدر في الفين و سسة ما زال الحد الان نس كتلعب به. وما زال الحد الان الناس كتلعب به في يوتيوب ومن ضمنهم قناة احمد جبر. هنا اخي الكريمة نكون سليل الفيديو. كنتمنى تكون سرتيفة الفيديو. كنتمنى تكون عرفتي قيمة ديال بي اس تروا. انا صراحة منمر هات الفيديو. بديش كنفكر ان ناخد جهاز بي اس تروا. طبعا الحال انا مشي من الناس اللي كيلعب بزاف. ولكن على الاقل اه غندروه خاص بالكونسيب ديالنا اللي هو كونسيب جديد في يوتيوب. باش على الاقل ناس كون عندها دراية. دراية على الاجهزة اللي كاينة. دراية على السوق اللي كاين. فلهذا انا كن طلب منك اه فضلا وليس ام المحتوى. لان هاد المحتوى اخي الكريم عنده ابعاد. عنده واحد يعني مش يدرناها باش اللعبوه ولا نقصره. باش تكون واحد توعية. باش الناس تعرف اه قيمة الاجهزة. باش تعرف تفرق ما بيه الاجهزة. و هيكونوا اجهزة تهم ما غن دلولهم انبوكسن. غن هدروع لهم. فضونك اه فضلا وليس امرا سيب بورتي هاد المحتوى فقط بالضغط على لايك. وكذلك الاشتراك اللي كانت شدي او وزرك في القناة. فكنواعدك ان هناك مواضيع حصرية ومواضيع كادمة ان شاء اشتراك في قناة احمد جبروم. اما الان اخي الكريم اضرب لكم موعدا في فيديو قاعدة ان شاء الله دمتم في رعاية الله وحفظه. وحبكم في الله دائما وابدا. وتحية فلسطين. والسلام.